تخيل حضرتك أن كارلوس كيروش بعد المباراة رايح وواقف بيتخانق مع الجمهور اللي جيه اللي وصل الكاميرون الصبح ورجع النهاردة بالليل هو جاي الجمهور اللي موجود ده هو جاي عشان يشجع منتخب مصر ورجع تاني تخيل حضرتك إحنا لما بنسافر نروح السحل ونرجع في يوم واحد بنبقى تعبانين فما بال حضرتك أن عندك 600 700 مشجع هللقتة أمام حضراتكم 600 700 مشجع سفروا الصبح ورجعوا بالليل حبا في بلدهم حبا في مصر وعلشان يوقفوا مع المصريين ومع المنتخب المصري فحضرتك راح بتتخلي معه بتقوله تعالى نزل يوقف هنا ونزل يشتغل مكاني وهو بينتقدك فنيا اللي أنا فهمه أو اللي أنا سمعته أنه هو ولا غلط ولا شاتم اللي كان بيتكلم هو بيتكلم على لعيبة واختيارات فنية ما كلنا بنتكلم على لعيبة وكلنا بنتكلم وكلنا بالمناسبة الجمهور ده كمدرب أو كلاعب الناس كلها دايما نقول كده أنا بيطلع ناس يعني مثلا أنا أفتكر بعد موضوع عماد متعب لما حصل هنا من كم يوم الناس طلعت شتمتني أنا تحديدا بس أنا ما عنديش مشكلة ما بديهش ليه؟ لأن الناس ما كانتش فهمة أوي الموضوع وإيه اللي حصل وإن أنا فهم وإن أنا متكلم مع عماد وإن أنا وإن أنا وإن أنا بعد كده الناس قالت لي ما تزعلش يا كابتن إسلام والله ما بزعل الجمهور دايما هو اللي بيحطك في مصاف إذا كنت مش أنا أنا بتكلم بشكل عام بيحط أي لاعب أو أي مدير فني أو أي مقدم برامج أو أي معلق حتى أو أي حاجة بيحطه في مصاف النجوم هو الجمهور وهو اللي بينزلك فالجمهور ده هو الأساس في كل شيء وبعدين لما أنت مدير فني كارلوس كيروش كارلوس كيروش اللي هو درب ريال مادريد ودرب منشستر يونيتد ودرب 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 ومنتخابات رايحة ومنتخابات جاية ومنتخابات راحة كاس عالم وحضرتك بتفقد أعصابك من أول دقيقة وقدم تلتون ميتر تخيل بقى حضرتك المباراة دي تخيل كده المباراة دي البطولة دي كان بتقام في مصر وتخيل الاستاذ القاهرة مليان على آخره مية ألف متفرج سبعين تمانين ألف متفرج موجودين وماتش زي ده وتغلبنا هتعمل ايه هتعمل ايه وبعدين لما تقول المشجع كده المشجع ده حضرتك اللي جاي من مصر اللي جاي من قاهرة علشان يشجع بلده وواقف يوقف مع بلده حضرتك بتقوله تعالى انزل وقف مكاني عموما هو يعني النهاردة اليوم كله وحش ده ما بقول حضرتك المطش وحش والتعليق وحش كل حاجة وحشة النهاردة الحقيقة كل حاجة سيئة وكل حاجة وحشة النهاردة فتحس كده ان ايه واحد بيحط لك معلومة في النص غلط ما تفهمش بيحط المعلومة الغلط دي ليه ما حدش عارف يعني انت اذا ما كنتش عارف ان هي معلومة غلط فاروح زاكر شوية وتعالى ما عندناش مشكلة دايما احنا عارفين ان انت بتحط السم في العسل في النص عارفين ان انت بتحط السم العسل في النص عارفين ان انت بتستفز جمهور عارفين ان ان انت بتستفز بس طبعا احنا دايما لو بنيجي نتكلم بنتكلم على كمية المعلومات الخطيئة اللي بتتقال الغلط اي كلام بيتقال وخلاص اضرب قول كلمتين من المهمة تنرفز الناس وخلاص قول كلمتين من المهمة تنرفز الناس وخلاص